اهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا متغطيتنا متواصلة اليوم الانتخابي في الجزائر ربع مايي 2017 اذا اليوم الانتخابي انتهى في شقه الاول المتعلق بالانتخابات اغلقت مراكز الاقتراع فتحة الصناديق عمليات الفرز لا تزال مستمرة حتى اللحظة غدا ان شاء الله على موعد مع ندوة صحفية لوزير الداخلية والجماعات المحلية على ساعة 11 صباحا يعلن فيها النتائج الرسمية الاولية قبل مصادقة المجلس الدستوري عليها حتى تصبح نهائية وبالتالي يتحدد برلمان 2017 في الجزائر طبعا نواصل تغطيتنا في جزئنا الاول كان معنا كل من الدكتور عبدالعلي رزاقي وسيد سعيد ازري لا نزال نناقش ونتناقش مع ضيفي الكريمين اهلا بكم مجددا اهلا دكتور عبدالعلي رزاقي لو ابدأ معك الجزء الثاني ابدأ معك من الحملة الانتخابية شهدنا فيها خطابات يعني هي كانت خافتة نوعا ما لم تكن لم تصنع لها يعني اهتماما لم تصنع لها حضورا لدى الشريع الجزائري كما شهدنا فيها خطابات نوعا ما قال الكثير من المراقبين انها ادت الى تنفير الشارع الجزائري من المشاركة ومن الانتخابات يعني خرجتهم تماما عن جو الانتخابات هل ترى بانه هذا فعلا مبرر على نسب المشاركة اليوم؟ اولا هناك خطابان مختلفا خطاب في الاسبوع الاول ونصف الثاني من الاسبوع الثاني هو خطاب وعود الخطاب في الاسبوع الاخير هو خطاب تهديد عندما يقول لك رئيس حزب اللي رأيه اما تروح تصوت والله الجزائر الضيع هذا خرافة نحن في حاجة الى برلمان البرلمان في حاجة الى لابد من مؤسسة تشريعية للجزائر اما انه يهدد الناس هذا التهديد خاطئ نقطة ثانية بعض الناس يقدموا كلام معلومات خاطئة عندما يقول لك جمعة حليل يؤسسها منعرف الاتراك ايه والله تشوف عقبة من نافع يصبح منهاضر كلام فارغ معنى هذا المستوى من انحيطات في الخطاب وعندما تقرأ فيه نسمي ما عنديش مشكلة لويزة حنون فيه الصفحة السابعة من برنامجها يعني الان بعد غطة مركز الاختراع الان رح نشير تحفظ يعني ما كش تحفظ طبعا انا الكلام سبق قلته ولكن عندما تقرأ بالخطر الذي يهدد الجزائر هو احزاب الموالات يهدد الجزائر وشعب الجزائر هو احزاب الموالات وفي البداية تقول العزاب الموالات هي جمهة الجزائر والوطني خير ان شاء الله قطمي برنامجك اذا عندما تسمع المنافسة السياسية تحولت الى عداوة اخر خطاب لجمهة القوى الاشتراكية اخر خطاب في الاذع اخر كلمة في الاذع قبل الصمت الانتخاب وش تقول يتختمها بيحيى الشهده وخلينا كلامنا تبعت العشية تشوف انه يحيى الشهده هذه مش غريبة على لنا عادي كل جزائر يعتذب الثورة يترحم الله على الشهده يحيى الشهده ولا نحيى الشهده لا ترحموا على الشهده لا ابن شهيد ترحموا على الشهده اما يحيى الشهده ويحيى فلان يحيى في ضمائرنا يحيى في قلوبنا نوع من استعمال مفردات طبعا شيء جديد في الحملة كلها مقارنة بين الحملة الأخرى نتكلم عن الإذاعة والتلفزيون بالدرجة الأولى أنها لأول مرة في تاريخ الحملة الانتخابية تكون بالعربية في السابق كانت بأي درجة بأي درجة الآن فردت علمو ولأول مرة تعطى ثلاث فرص معناه يسجل الذي يقدم الخطاب يسجل ثلاث مرات ويختار إذن هذه فرصة وفرتها الهيئة العليا المسائل العليا الأقل من قابل المواطن في هذه الوسائل الإعلامية يكون الرسالة واضحة ولكن يقرأها كي تسمع أن يقرأها تسمع كأنك تسمع أجنبي يقرأ في العربي لكن على الأقل مقارنة بعام 2012 لم نشاهد بعض التدخلات التي تحولت إلى كوميديا ولم تتحول إلى رسائل انتخابية أنا شاهدت الكثير من العينات على الأقل مقبولة نوعا ما مع بعض الملاحظات هنا بحنا ننتبه في 2012 لم يكن عندنا محللون سياسيون معنا ما كنا نفتقد إلى ما يسمى لزون بيبليك مش موجودين الرابع العربي فتح المجال ولا مع الرابع العربي فتح المجال فتح المجال لظهور ناس يقدموا وجهة نظروا ويحلوا هذه مهمة جداً لو عندنا لو مع الأسف شديد لمثالة القنوات الرسمية للدولة الجزائرية تمنع الرأي الآخر وهذا أخطر شيء معنا عندما تشوف القنوات كلها إذا أو تلفزي الرأي الآخر متقبلوش هذا حزب واحد نعم دكتور رزقي سيد سعيد إيرزي هل مجريات الحملة أتت على الهدف من الحملة التشجيع على الإقبال الانتخابي والتشجيع على المشاركة الحملة الانتخابية بما وصفه البعض ببؤسها ببؤس خطاباتها أدت إلى التنفير يعني العكس تماماً ما يلفت انتباهنا في الحملة الانتخابية أنه فيه أساليب يعني لو نتكلم علمياً يعني أساليب في الحملة الانتخابية فيه أحزاب يعني لم تراعي يعني ميكانيزمات أو آليات القيام بالحملة الانتخابية أولاً قبل ما ندخل الحملة الانتخابية هناك منتوج هناك برنامج هناك خطاب هناك صورة لأن نتكلم يعني كمختصين في مجال التسويق السياسي حتى السيميولوجية الصورة يعني نجد أحزاب ما عندهاش الوحدة البصارية ما عندهاش الوحدة القرافية باش يخاطبوا بها يعني الهيئة الناخبة تلقى مثلا أحزاب أعطات الحرية لكل الولايات لأنه كل ولاية تعتبر ضائرة انتخابية كل ضائرة انتخابية دارت الملصقة تاحها والأمور دارتها بالطريقة تحابي لون اللي يتحبها ومتصرد القائمة يحب اللون الأخضر الأخضر والأخر الأزرق الأزرق ما فيه شيء يعني نوع من النساقية يعني في الصورة الغربية يعني إذا ما تشوف العلوان تعرف هذاك الحزب مش مصر أكيد يعني ربما في أحزاب مثلا حتى نقولوا يعني نقولوا الأفلان مثلا استعمل في معظم الولايات ملصقة باللون الأبيض على الظاهر والصور داخل مربآت وكذلك الأنبيا مثلا وضعت يعني ملصقة وطنية يعني نفسها مثلا تحالف مجتمع السلم وحتى التحالف البناء وضعوا يعني نفس الوسم حتى كذلك الأفنى يعني وضعوا نفس الأخضر على المستوى الوطني هل كانت ربما يعني أساليب ووسائل دعاة المقاطعة أكثر إبداعا؟ اللهي أصحاب المقاطعة يعني استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة يعني فيه نوع من الصور عن طريق الفوتوشوب هزلية بطريقة هزلية وكذلك استعمال يعني ما يعاب يعني أنا أحترم أصحاب المقاطعين خاصة أصحاب المقاطعين يعني الذين يقاطعون بخلفيات بقناعات يعني جد مقنعة مبنية على يعني قناعات علمية وقناعات واقعية لا غير ولكن ما يعاب أنه استعملوا مثلا صور كاريكاتورية وتعليقات يعني إساءة لمن يخالفهم الرأي إساءة يعني أن تسيء مثلا إلى رئيس الجمهورية وهو يعني على الكرسي إلى خيرها هذه أمور يعني لا تدخل في أخلاقية أولا أخلاقية السياسية وحتى أخلاقية الإنسان حتى أخلاقية الإنسان وحتى أخلاقية كمسلمين يعني دين الإسلامي يعني يحرم تحريما يعني قاطع أن التنابز فيما بيننا بالألقاب أو أن نسب غيرنا أو أن نغتب أحدا منا أو أن ننمي من قب النميمة يعني هذه تعتبر أخلاق يعني من دين الحنيف أنه يمنع هذا الأسليم يعني دعاة المقاطعة يستعملوا هذا الحيز يعني لأنه ربما وخرجوا إلى خارجات ميدانية وكانوا يصوروا عن طريق الفيديو أنا من هذا الشيء يعني أعتبره يعني طريقة حضارية يعني يروحوا يديروا ليفلاير يعني مطويات ويهضروا في المقاهي في أماكن عمومية يعني التعذير السلمي عن أراء سياسية أكيد يعني وهذه يعني نحترمه إلى خير لكن الخطاب السياسي أنك تقدم أنت يعني أهل المنتوج تقدم المنتوج الدعائي للهيئة الناخبة أن تستعمل وسائل السب والشتم يعني حتى ما وقع كما ذكر سالفا أستاذي الفاضي العالي رزاقي أنه تلقى أنت حزبين في السلطة بحجم جبهة تحر الوطني وبحجم تجمع الوطني الديمقراطي الأمينين العامين يعني يتبدلان يعني لا نقول الشتم ولكن بطريقة يعني حادة إلى خير يعني أنا ما يسمى في لغة يعني دخلت لغة جديدة في عالم الصحافة يعني في عالم التعليق أنها هو سير على الضرائر يعني يعني بشلق أنت بمستوى جبهة تحرر الوطني وتجمع الوطني ديمقراطي يعني اللي راهم دخلوا إلى الانتخابات الشرعية بموقع قوة بموقع أنهم يأخذوا الأغلبية والحكومة تاحهم مسبقة أنه والوزارة تاحهم إلى آخره وهما اللي راحين يقودوا الغرفة الشرعية هذه يعني السلطة الشرعية البرلمان الخمس سنوات القادمة يعني يتلشقوا بهذه الطريقة يعني هذا يعتبر يعني نوع من يعني نوع من استهزاء نعم ويخلي حط المواطن يعني المتتبع يعني يقول سبحان الله يقول إحنا نشوفه حزبين كبيرين يتبدل نعم هذا يعني شيء دكتور عبدالعلي رزقي ألا ترى أنه أيضا من الأمور التي شوشت على هذه الحملة الانتخابية قضية أداء البرلمانات السابقة أو العقل البرلمان هذا المنتهي عهدته يعني حصيلة ربما يراها المواطن أنها هزيلة الكثير من القوانين الغير الشعبية مررت في البرلمان الجزائري المواطن بقي ناقما يعني بقي غير راضي على أداء هذا البرلمان وبالتالي هو الإقبال وعلى التصويت على البرلمان قادم لا تبدو فكرة حماسية خلينا نكونوا شوية قاسين ما تقصش بالزهبر لا مش سياسين عندما حسب يقدم 43 نائب قديم نائب عدى عهدة فقط للعهدة الثانية لماذا؟ حتى يدي تقاعد طيب هذا اللي جايين جايين للتقاعد عندما الدولة تعطي دراهم للبرلمان اللي موجود في البرلمان حتى يفتح مكتب للتواصل مع المجتمع ويددد دراهم ولمكتب لا يدارش ولا يتابع هذه أخطر ولهذا عندما الحزب مازان متمسك بالماضي صورة رئيسه هي تصدر القوائم أيها أقل طيب كل الولاية عندها رئيس القائمة نتاحها عندك شعار تاع الحزب مش الرئيس الحزب فأصبح الرهان على رئيس الحزب هذا ما يمشي لكش وجه تشوفه 30 سناء نتذكر أنا مرة زلت القاهرة قبل الثورة لقيت واحد من الشباب اسألته وش رأيك تتمتع بالطبيعة قال لي أفضل من اللي نشوف هذا عزني مبارك 30 سناء وانا نشوف في وجهه الله غير مليته إذن نفس الأشيار أنا 30 سناء نشوفه نفس الوجه ولهذا المواطن عندما يشوف وزير يدي عطلة بهد كل انتخابات هالمواطن عنده ثقة في السلطة تعطي عطلة الوزير بالوزيع لا يا أخو يستقيل وعندما كان كلام ما استطيع شنقوله مع المباشر ولكن كان أخطى ارتكبتها الهيئة التنفيذية بشكل مخيف طيب أي شخص يترشع يستقيل وأن كان يعني من حقه إذا كان القانون يعطيله هذا علش يستقيل تجمع إذا كان القانون يعطيله سمعني هذه ليست دولة نتاعه دولة على الشعب هذا يمثل حكومة الحكومة هذه يستقل بالنيابة والقطاعات رح يمشأت يعني على ما يرام لا 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 يعني يستقيل ما توقفتش أمور يعني حسلها المواطن الدكتور رزاك يدير على روحه بالنيابة يدير على روحك يدير وزير بالنيابة ما عنديش اعتراض ولكن يستقيل أما يبقى معنى إذا وقعت له حادثة هاتش ما يصير لا أخو يا أنت مترشح استقيل ودير طاق متاعك غدوك يتولي للوزراء في الحكومة الجديدة إذا عيته لك أما أنك تبقى في الكونجي لا هذه نوع من الاستخفاء بالشعب هذا نوع من السخرية الآخرين عندما يجي وزير نفس السيارة الولي يستقبلوش كين ما ظهر لي الشعب معاش يقبلها الشعب أنا اليوم زرت الأسواق ما زرتش أماكن أخرى الشعب والله كأنه يوم عادي كأنه يوم عادي لو وجود الانتخابات حتى شكيت لو لم أزور بعض المناطق لي فيها الانتخابات وأجد طاقم كبير من الأمن نقول ما نحن مشنا في الانتخابات يفترض أن يكون عرسين العرس هو اللو بداية الحملة والعرس هو خاتمة الحملة وطبعا هذا العرس ليجمحها من كل نحن ما رحب نعم سيد سعيد إرزي هل حان الوقت حتى نصحح من صورة البرلمان لدى الضمير الجمعي الجزائري أنا أرى أنه من اللافت ومن الضروري جدا قبل أن نصح صورة البرلمان لابد الناس ليراحوا مراحين يدخلوا إلى البرلمان يعرف ما هي البرلمان ما معنى البرلمان ما هو دور البرلمان البرلماني يعني حكينا في بلاطوات سابقة أنه الانحراف أنا في تحليلي وقعه في الفين وثماث عندما مثلا حزب الأغلبية عنده مئتين وعشرين مقعد في وقت الأمين العام السابق عبدالعز بالخاد في 24 ساعة الأخيرة أو 12 ساعة الأخيرة باش يحطوا ملفات ترشح في الولايات المعنية الولايات يعني الدوار الانتخابية الناس سحبوا ملفات تاحهم لأنه مرضوش بالترطيب تاحهم وعندنا مشكلة في المجتمع الجزائري مشكلة أنه شكون في المرأة لأنه قانون 30% هذا أنا في نظري قانون مجحف للمرأة إذا نقول المرأة هذه 30% إذا كان الرجال يصنعون الدول فإن المرأة تصنع الرجال يعني ماشي من باب المساواة بين الرجل والمرأة ولكن الكفاءة نعطيه الكفاءة إذا المرأة عندها الكفاءة باش تقود باش تقدم قوانين باش تخدم المواطن نديرها تدوليست نحطها هي اللولة علش نعطي لها الكوطة هذا النظام الكوطة لها وش وقع فيها جيب عمر شكون لي جو ثم لي بدأت قضية الحفافات والآخر ثم احنا كنا ندير مثلا دراسة صبر الآراء للشباب الجزائري ناخذ يعين مثلا في الجامعات نطلعوا المستوى شوية ما نروحوش المقاه ما نروحوش اللي رغم تسير بالمدرسي ولا لما عندوش ربما ثقافة داخل وش وعند المجل الشعبي الوطني البرلمان لا غري ناخذ الشباب هذو في الجامعة نعطي له استمارة نعطي له اسئلة سؤال واحد نقول له مثلا ما هو البرلماني مباشرة يعني أجمع يعني نقدر نقول باللي أغلب يعني في مئتنا عينة مثلا يكون فيها حوالي سبعين فالمئة يعني سبعين عينة يكتب لكن البرلماني هو الحفافة هو رجل المال الفاسد الذي استعمل المال الفاسد باش يدخل اسمه هو الانتهازي هو اللي يحوس على التقاعد كما قال الاستاذ عبدالعلي غزاقي لأنه يكون عنده عهدتين باش ياخد 100% مئة في المئة في التقاعد يعني الهم تعهما هذا هو يعني باش نخرج باش ندير البرلمان المثالي هو أنه نعطيه المسؤولية للراجل المناسب في المكان المناسب أنا راني ضد رجل أعمال ليروح البرلمان علش نخلي الرجل السياسي يخدم الرجل الأعمال رجل الأعمال هذا أنا راني في البرلمان ولا أنت في البرلمان ندير قوانين نخفف قوانين ندير قوانين محفزة لهذا الرجل الأعمال باش يستثمر باش ندير له مناطق صناعية باش يبني مصانع كي يبني المصانع يخلق لي يدي كي ما يقول يدي العاملة من هذا نمتفس البطالة من هذا نطرح لدكتور عبد علي رزقي تصورك البرلمان القادم مقارنة بالبرلمان السابق هل سنصحح الأخطاء سوف نصحح المشهد سوف نتجاوز النقائص أم أننا خلاص دخلنا في اتجاه وما زلنا مستمرين فيه السيد وزير الداخلية قال كلمة مليح قال أن المترشحين هدم يمثلوا الأغلبية فيهم أميين مش أغلبية فيها نسبة فيها نسبة نسبة لا ما قاش أغلبية لا الأغلبية أغلبية كلام آخر قال نسبة منهم لا لا فوق الخمسين بالمئة أو أميين هذا كلامه مش كلامي أنا أنا نقل عليه أنا أذكر أنه قال نسبة قال نسبة أنا الصحف اللي نشرته هذا كلام الصحف اللي ما نشور سوى هو لم يكذبه ولكن كلام عندما نشوف الأمية تشكل ولو عشرة بالمئة كينخلل كينخطر لا كينخلل في القانون يفترض في قانون الترجع مش تحدد له السن لا تحدد له المستوى أنه غير جامعي ما عنده حق يترشاه فإذن الخلل في القانون مش في المترشاه ما يمنش أنا أمي ولا غير أمي ما يمنش يقول لك أنه في فئات مش شرطة أنها تكون حصلة يعني على جهدات جامعية حتى تمثل هذه الفئات لا هدف الحزب الواحد كانوا عندك العمال والنساء وكذا ونرجع قضية المرأة المرأة لأول مرة تشوه في الحملة هذه لأول مرة تشوه المرأة اللي تنحي دكتورة طبيبة تنحي صورتها وتدير حاجة ظل انتهى حوالي خمسة أو ستة مترشحين بما فيها حزاب محسوبة على اليسار إذن هنا المرأة أسأنا إليها ولم نخدمها في هذه الإشهار النقطة الأخرى الإشهارات هذه اللي قاموا بها أنا حتى الآن ما شفت مترشحة دارت مترشحة نتعدد على رئيس حزاب ما دارت تجمعات علاش النقطة الأخرى وهي أهم عندما البررامان يسن قانون يعطي خمسين مليون للمرأة بتعطيها للحزب سنويا وربعين مليون للراجل هذا تمييز لا يعقل هذه إساءة للمرأة وإساءة في نفس الوقت للراجل إذن ولهذا عندما نشوف حزب يدير قائمة كلها نسية عنده الحق سيد موسى تواتي في شلف جبطة الوطنية الجزائرية ما أعتقد بأنه عنده الحق لأنه يفكر في من يمول حزبه بالدرجة الأولى لأن الأحزاب الآن إذا ما عندك ما يمول موت النقطة الأخرى لأوضيفها للأستاذ فيما يتعلق برجال المال في العالم في العالم كله رجل المال في خدمة السياسي في كل العالم إلا في الجزائر السياسي في خدمة رجل المال وهذا أخطر شيء نحن ننتقل إلى خطر يهددنا طيب رجل المال في خدمة السياسي أما يتحول إلى أنه يصبح هو يخدم السياسي عنده أنا شفت حواجها مخيفة ولهذا عندما نشوف رجل المال صحيح أنه يدفع 20 مليار شفت وحيد والقوائم طبعا القوائم ننتبه رانا كان مخالطة القوائم لديت 4% فوق 4% هي التي تشترى نتابعون هذه النقطة لأنه ليس أي قائمة أي حزب من بقية الحزاب مجبر على جمع توقيعات 250 توقيع على كل فرض وبالتالي ما نتهموش أحزاب كلها نعم دفتور عبدالعلي رزاق سيد سعيد إرزي هذه المرة نعود إلى الإعلام الجزائر وصورتها بعد هذه الانتخابات في العالم عبر وسائل الإعلام العالمية كيف تتوقع المشهد قد كيف ستستقبلنا القنوات الكبرى وكيف ستنقلنا على وين صحف نحن نتفائل خير إن شاء الله لكن نبقى 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 دائما حذيرين يعني في إعلام خارجية تربص على الجزائر يعني الجزائر تبقى الدولة الوحيدة ربما في الوطن العربي من بين دول قليلة في الوطن العربي إنها لم لم تمر عليها رياحة الربيع العربي وهاجس تقسيم ليبيا مثلا وهاجس ما هو موجود يعني ما هو حصل في دول الساحل في مالي وفي النيجر وفي تحدد بين مشاكل حقيقية مشاكل حقيقية يعني مشكل مخدرات في الحدود المغربية يعني كل هذه يعني نحن نتمنى أن الإعلام الخارجي يعني ما يقصفش الجزائر وبالمقابل نحن لابد أن الإعلام الجزائري يلازم يعني يمثل يعني ماشي لما يعني نقوله يعني على الأقل يقدم صورة يعني إيجابية للجزائر إلى الخارج ولكن لابد تكون في قنوات نبدأ بالقنوات الرسمية يعني على التلفزيون العمومي الجزائري كما قلت فضل الأستاذ أبلالي رزاقي يعني لابد أن يتقابل الرأي والرأي الآخر يعني يعني نحن نتمنى أن الإعلام الخارجي يعني يعني ينصف الجزائر ولكن باش ننصف الجزائر يعني تستفهم هنا ثاني من جهة أخرى يعني راه راه يوميا فيه مهازل يعني نعم سيد سعيد إرزي قضية أنه أيام المقبلة بعد الانتخابات وبعد إعلان النتائج سنرى حراك سياسي كبير أنا أتوقع أنه إذا فازت دول فازت يعني أحزاب السلطة والموالات يعني نقدروا نطبقوا عليها ما قولت عادة حليمة إلى عادتها القديمة أنا إحنا أنا كإعلامي وكشاب وكناخب جزائري نتمنى أنه نلقى الحكومة والبرامان ممثل بفوسي فساء كل يعني ألوان وأطياف المجتمع الجزائري أحزاب المعارضة وأحزاب الموالات يعني نتمنى نتمنى يعني أنه يكون فيها المعارضة تكون عندها أغلبية ولو قليلة يعني في البرامان على الأقل يقدروا يقدموا قوانين ويعني يضغطوا على الهيئة التنفيذية يعني الحكومة بش يمروا مشاريع بش ما تصارناش المهزلة اللي صارت في قانونين الأخيرين اللي غلقت بها يعني العهدة تعمل برامان هذا قانون المالية المجحف وقانون التقاعد هذا دكتور عبدالعلي رزاكي كيف سيكون شكل الحرك السياسي قد أن إن شاء الله بأرقام وزير الداخلية ستحدد الخريطة ثم بعد ذلك نمضي في هذه الخريطة الحرك السياسي تعكسه وسائل العلام لا ليس وحده ندير أي ندير مسيرة إذا لا يوجد أعلم لا قيمة لها يعني عندما نخدم عيام الجاية ولهذا أنا أعتقد إذا السلطة أرادت أن تعطي قيمة للجزائر وتعطي قيمة لهذه الانتخابات أول حاجة تأخذ تطابق كل الصعف وفق قانون 2012 تطابق كل السمع البصري سواء الحكومة أو القطاع الخاص وفق قانون 2014 مطابقة القوانين هذا شرط أساسي لبناء مؤسسة إعلامية يمكن أن تقدم شيء للجزائر هذه هو السلاح نتعاك الآن نرانا عندنا سلاح ولكن مش مؤتر بيه ما نعرفوش السيئر فسلاحنا هو الإعلام وسائل الإعلام يفترض أن نسرع بقدر الإمكان إلى مطابقتها وعندما نقول مطابق طبق القانون فقط تطبيق القانون معنى عندما يكون عندك مثلا خمس قنوات عشر قنوات معترف بهم ومعتمدين رسميا في هذه الحالة الصحفي يعمل بنوع من الهرية وقيمة ويشعر باللي رأى هو مسؤول أما الآن يعيش في الترابندو عن الحرك السياسي الحرك السياسي يأكسو الإعلام فقط بدون إعلام طفي عليه الضوء لأنه سيعكسو الإعلام الآخر الإعلام الأجنبي وهذه الحالة الصورة تختلف الصورة الإعلام الحركية إذا وقع هنا وقع مثلا احتجاجات عن انتخابات ما استطيعش تكلم عليها في القطاع العام ما استطيعش تكلم عليها في القطاع العام الهينكي تكلم عليها أيضا صورة